أستاذ إدريس كرام نزمت العلمانك النصري لسنوات لو تحدثنا قليلا عن اهتماماته المجتمعية دوره الإصلاحي كيف كان يحضر لدروسه كيف كان يتعامل مع العلماء مع الناس خاصة أنه اقتحب عدد من المجالات العلمية السياسية والحديث عن شيخ مكي حقا له ديول فشيخ مكي رحمه الله عندي معه الأول لقاء الذي جمعني به كان في السفارة المصرية يعني تقيتون في المشرق السفارة المصرية فالسفارة المصرية حدثني أحد الأصدقاء رحمه الله بأن الشيخ مكي سيرقي محاضرة في السفارة المصرية حول بيت المغرب في تلك الفترة كانت عندي صفحة تقافية في أحد الجرائد اليومية يوم الأحد وكنت أنشر فيها الأشغال ديال فجاتني مناسبة سأحضر هذا المكان بشيء فعلا حضرت المحاضرة كانت حقا محاضرة ماتعة عن شيء لا أعرفه وهو بيت المغرب ماذا هو بيت المغرب بيت المغرب هذا عبارة كان مكان الذي يتواجد فيه الطلبة لبيعة الحسنية التي ذهبت سنة 1938 إلى القاهرة للدراسة برئاسة الشيخ مكي الناصري وعضوية أخيه محمد باليمني الناصري رحمه الله الجميع فتحدثت عن بيت المغرب وكيف كان الأغذاء وكيف طلبة وكيف وزع الطلبة وكيف الامتحانات التي تم إجراؤها فكانت عندنا بعض الأسئلة أعددتها من أجل ليس من أجل بيت المغرب ولكن من أجل مسيرة الشيخ مكي وكيف أنه حلح حزبه في بعضا الاستقلال حزب الوحدة والاستقلال وكما قلت له أنه شرد الحزب وكذا فرحمه الله رحمه الله يعني فحق رحمه الله يعني يعني ضحك من من كلامي ليس صخرية وإنما تذكي كأنه تذكر شيئا يعني قيل فيه وكتب عنه كذا فطلب مني فأمهلني أن ينزل من المنصة ويتحدث معي ففعلا لما نزل سألني من أنت ومتى تفعل وكذا فأجبته بأنني باحث وأنني أنشر كذا وكنت ما زلت شابا وفرحان بالأعمال التي أقوم بها فأتنى علي قبل أن يعرف أي شيء وطلب مني أن أزوره في بيته فكانت العقل ونروبطت العلاقة ونروبطت العلاقة بيه فعندما زرته بدأت أخذ منه بعض صريحات ليس كحوار صحفي وإنما كمواد يعني لأن المنهج ديلي هو أنني نشتغل على المصص أخذ النص وأقدمه وأعلق عليه بعضه تحققه فأخذوا منه نص ثم أخذوا أذهب وأبحثوا عن كان عندي في تلك فترة لقاء مع شخص آخر أعرضوا عليه مقالة للشيخ مكي في يعطيني نقده أو جوابه أو كذا فأخذوا ذلك النقد وأعودوا عن الشيخ مكي فأصحح المسألة وهكذا فنشرته مجموعة من المقالات عن الشيخ مكي أحمد الله أخذوا